أقال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وزير الخارجية علي الصادق وعين بدلا منه السفير السوداني السابق في كنبالا حسين عوض علي الذي يواجه مصاعب قانونية خطيرة بعد أن اتهمه سائقه الأغندي بصفعه على وجهه مما أثر على عينه بحسب الصحف الأغندية وجاء تغيير علي الصادق وسط جدل كبير حول دوره في تقويض الجهود التي قدتها الهيئة المعنية بالتنمية في إفريقيا إيجاد في ديسمبر ويناير الماضيين لحل الأزمة في السودان